زيكو حلوين عاملين ايه وحشتوني جدا 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 يا رب كلكو تكونوا كويسين وتكونوا في احسن حال ايه عايز اقولوكو بقى انها النهاردة هنعمل مع بعض روتين حلوة كده خفيف ايه بسرعة كده مع بعض اول حاجة طبعا هنعمل الاوضة انا هنا كنت اغاية انا هنا كنت بنظف ملاية السرير وها فرشها تاني فحسنت لا انا عاوز اغيرها بقى فايه جبت الملاية الحمر دي بحبها اوي على فكرة فقلت بها اغاية ايه اغاية السرير وكده بقى ايه انا بحب اغاية ملاية السرير كل فترة بس انا بالصراحة كنت انا بقول كترب معاية اوة مش عارفة ليه فلو اقررت ان انا بعد ما كنت هفرش ان انا فرشها لا اقررت ان انا ايه انا هرش معطر وايه وهغيرها انا بحبك كده اوي فانا بحب كدي جدا طبعا الملاية دي بعشائها بحبها جدا بحب شكلها اوعى السرير فانا هنا شايفين شكلها حلو كده انا بحب اصلا النون الاحمر جدا فانا بقى ايه انا حطى الكيس اللي تحت ده علشان المخدزات نفسها لونها ما يتغيرش تفضل بيضا فايدي سابتة معدتش بالشلاء هنا بقى كنت بشوف النون الكيس الاكبر لان التقم ده بيكسين مخدات واحد كبير وواحد زغير فانا كنت عاوز اخد الكبير بس ايا المخدزة طلعت كبيرة برضو عالكيس عيني مش مشكلة هنحطها يعني لان هو اصلا الكسين كبار تقريبا على المخدزة لان انا حطيت ده قبل كده وحطيت ده برضو الكسين كبار عن المخدزة فعادي احنا هنكمل فرشة السرير عادي يعني انا بقى كنت باعدره لان انا حستعملت معكش قوي وانا بقى هبدأ افرش في التكاوي وكده وايه وخلص الاوضة بسرعة يعني هي قطي اصلا نضيفة مفيش فيها حاجة لان انا كل يوم بعملها انا مثل كل يوم بعمل اللي انا ورده لكم الارضو ده هو ده لتين يوم الحقيقي ده اللي انا بقوم فعلا نعمله كل يوم لو بقى انا ما بعودش اصلا خالص في الصالة فدايمن قاعدة في الاوضة فهي ده اكتر حجم الكركبة عندي والمطبخ بقى والحمام انا حاجة اساسية عند الحمام ان انا نخسله كل يوم مش عارف يعني اين هو يعاد يوم مسلا من غير نخسل الحمام مش عارفة لو ده بتدايق او الموضوع ده هنا بقى شايفين كنت فشت السرير خلاص حابة شاكله قوي حسرت شاكله احلى من اللي هو الطقم الطايجر التاني ده التسريحة بقى ايه ام فكر ان انا اوضبها كده ولمعها لان مقصرة في حققها اول الفترة دي معاني والله لسا ملمعها يعني بس هلمعها تاني بقى ونوضب الميكوب وكده معاني اصلا انا بقى لي فترة كبيرة او مم بحطش ميكوب يعني انا ما بحط الكحر تقريبا او بلا شعر كده يعني ممعدتش بحط ميكوب ميكوب يعني الميكوب الكثير ده معانتش بحطه بقى لي فترة كبيرة او مش عارفة ليه ممكن مسال لو افورتي شواهي في نفس البس اللينسز مش عارفة ليه بصراحة او انا ما صدقتي نوشي بدا يبقى كويس يعني حسن نوشي من الادوية اللي بخدها للحملة حسن نوشي متحسن قوي فخيف او احط ميكوب تاني يرجع تاني يعني بس ابقى جربة احطه لو مرجعش تاني فالحمدلله لو نحط ميكوب براحتنا هنا بقى انا كان معايا زاستي الجلانس هو معايا اللي هي بتاعة اللي هي الملمع بتاعي الموبيليا وهبدأ المعه بقى في التسريحه وارس الميكوب انا كنت عملا معاها كويس اوي مش عارفة ليه كنت حاسن انها محتاجة تلمع اوي مش عارفة ليه بصراحة فانا كنت عملا معاها بقى وهارس الميكوب تاني انا والله يا جماعة تعودت قيولي بلاش الراس الكتير لع التسريحه ده انا اصلا من اللي هيكب بتاعي الكبير اللي في الاول دي لما فيها حاجات كتير قوي بس سوا حاجات كتير بقى وغير اللي انا عيناه تعارفين بقى كل البنات بتاعش احاجة اسمها ميكوب يعني ده حاجة غزم عنينا هنا بقى كنت القودة خلصت خلاصة ايه شايفين شكلها اقولولي اي رأيكم فالحمدلله خلصت بقى كنت ولعت بخورة كده صغيرة ندخل بقى على الحمام تاني حاجة على طول انا هنا عملت ايه فيبا وكلور انا بحب قوي اعمل الحمام بالكلور ده بسوا جماعة احلى حاجة ما ان انا بعمل بالكلور وانا خايفة جدا وبحاول انا محطش كتير لانه الدكتور ما نعني من ريحته ايه وكزا حدق اللي برضو اختي وماما وكده قدرين ان ريحت القدور غلط وكده فاول حاجة بقى ايه هنخسل اول حاجة علمع المرايا وهاخسل الحتة اللي هي اللي ما حط عليها الكبايات الكتير دي ايه انا بحب اخسل المرايا على فكرة بالسابون بس في كهربة تحت فانا ببقى خايفة منها قوي فبقى لمعها وخلاص ويخسلها بقى وهاشل السابون وارجع رسها لانا عبدالله مباهدلي مباهدلي المكان ده بالجل والنمشاط مباهدلي هولي يا جماعة والله عزي ما عمال اخسل انا بكره حاجة ما جل باش عارف انتو بتحبوا الجل ده على ايه انا بكرهو بجد بكرهو بفضل الله عبدالله انا بكرهي الجل ده جدا محبوش ابدا ولا اكتر حاجة بكرهها بلا ملقاه على الحوت بجد بتعصب او بفضل اصوات الاو بكرهو انا بقى ايه هاخسل الحوت كويس ايه انا جماعة بصراحة بقى شق الحمام ده احلى حاجة بالشقه اصلا بحب قوي الحمام كله طايجر كده شكله حلوه قوي والحوت والحمام كله اصلا بيتغسل بصرة بحس ان حمام شقتي بتاع الشقه القديمة كان وحش قوي حتى ما كنتش بصور فيه خالص فانا انا كنت خلاص خلصت الحوت شايفين بقى بيلمع وبيبرق كده في نفسه هنا بقى يا جماعة كنت خلاص خلصت المراية بالحوت شايفين بقى فل كده والشمعة منورة خلاصة او وهنا برضو خسلتها ايه غسلت برضو دي بس ما عامش لما صورته هاش تحركت حسينه عيب ودي بقى حطاه كده بترش موطر كده في الحمام بتخلى لوحته حلوه قوي جينا بقى للبنيو اللي ياريتني مخسلته والله ياريتني مخسلته انا وطيت غسلت البنيو بطني وجعتني مش عارفة ليه انا يا جماعة بقيت لما بجاوطي بحسين بطني بتوجعني قوي وحاجة بتشويتني ببطني كده فلو انا جيت على نفسه عشان اخسلها بس بصراحة بطني وجعتني قوي بتعيت ولو ببقاش عارف اعمل ايه ولما لقى مسلا الشقة كلها بالمطبخ بالحمام بكل حاجة مش نضاف بقى ما بعملش حاجة خالص اللي هو بفضل متضيق قوي وعدت فرج على حاجة كده فانا بحاول ان انا كل يوم اعمل حاجة وبحس ان البيت كله ما يتقلبش علي مرة واحدة كده انا انا بصراحة ما طولتش في غسل البني خالص لان ما عدتش استحملت بطني وجعتني قوي وكنت بقى خالص بصراحة اتضايقت ومتني وجعتني فلو ايه كان بيت ميا كده ومبتمسح الحمام وخارجة بقى خلاص اللي هو شكرا عليك كده الحمد لله الحمد لله كويس ان احنا عمل لحاجة في الحمام ومخلاص شايفين بقى شكل الحمام بعد ما خلص قولوا لقرايكم الحاجات اللي هاشلا في حاجات زايدة في الحمام هاشلا وفيه سليبر كده ايه حطها على البنين كنت غسلها سيبا ينشف قولوا لي ايه رأيكم بقى في شكل الحمام النهائي ياريت يعجبكم لان على فكرة بطني وجعتني هندخل بقى اول حاجة نخسل ايدينا بقى وايه ونبدأ نحضر الاكل لان خلاص عبدالله كان قرم ييجي ايه هو عبدالله كان جايب لي فرخة فانا بصراحة بحب اسمها ونصين مش بحب اتبخها كلها مرة واحدة واسمي النص التاني لبكرة مش بحبك كده اولا اسمتها نصين نص اللي هو سيدرين دول تابلتهم وهعملها شربة والنص التاني تابلته برضو وعنته واللي هو اي يوم كده بقى مش عايزة تبخ فيه بقى ام خرجة وحتى معها بطاطس كده وحتى في الفرن على طول بسيبه الاول يستوي على نار شوية وبعدها بحطه في الفرن ببصل بقى وشطة وكده فانا هناك هعمل ايه ايه شربة وكده فعبدالله كان نفسه او في اللوبيا هنا انا كنت شوحتها وحطت المية بتاعتها والبهارات وكل حاجة وانا كان خلاص الفرخة بدأت استوي عبدالله بقى كان نفسه جدا في اللوبيا وانا بصراحة ما قاصلش تبخته خالص فانا كلمته ماما وقلت لها على الطريقة فهي قالت هايلي فجربتها بس بصراحة طلعت حلوة اوي اوي يعني يعني ايه عجبته اوي انا كمان بحبها بس ما تبختهاش خالص من اول ما اتجاوزت ايه اصلا اللوبيا دي اعني دي من اول ما اتجاوزت فسرخ سلتها كوي سلقتها حلوة يعني مفاش حاجة وكده فهو ما قلت لأول حاجة سلقتها هنا كنت باروك الفراخ اول حاجة سلقتها وبعدها قطعت بصلة وحمرتها في الزيت وبعدها حطيت الطماطم وحطيت ملح وفلفل بس وبعدها حطيت اللوبيا كان انت بعد بقى ما تسلقت خالص شايفين كانت بعد ما تسلقت وهستبق بقى بعدها فيه طشة من غير كسبرة بطوم بس كده فعملت كل ده وكانت والله يا جماعة رحتها حلوة قوي انا بقى كنت بحضر الطشة بتاعتها ليه زي الملوخية بزلت بس من غير كسبرة هو حب الطم بس كده وخلاص فحطيت شوية زيت بقى وهنزل على هون بالطوم وقوم حطها ايه كانت رحتها حلوة قوي وكانت طعمها حلوة قوي فرحتني ايه طلعت حلوة لان انا اول مرة عاملها ففرحتني ايه حلوة يعني لما بعمل حاجة لأول مرة وبتطلع حلوة بفرح اي وبتطلع حتى بتاعتها فيحدهاها تحفة حسنا لرحة ممكن تبقى وصلة لكم قبل كده بحب نحتي التوم قوي فالزيت فبعش أول الريحة دي فالحمد لله يا جماعة نياط لها تحلوة الحمد لله يعني الحمد لله ايه وكانت تعظاءها حلوة قوي وعبدالله قال لي انها حلوة فالحمد لله يعني فانا اصلا كنت بعملها وانا خايفة وانا بعملها حسنا نياط لعوحشة حتى بدقتها اش خالص يعني بدقتها اش خالص يعني بتاع عبدالله حد ابقى هو يجي هو يدقها فان اطعبها حلو ده الاكل بقى اقولوا لي ايه رايكم في شكل الاكل يا رب يكون شكل الاكل اعجبكم وكده الفيديو بتاعنا مش هيخلص على كده طبعا لان يبقى فيه مواعين فانا اعملها مع بعض. يبقى مواعين اللي احنا كلمة فيها والحلل فبصراحة قلت ايه? اصور معكم فاول حاجة هعملها البوتاجاز هاشيل الحلل اللي عليه وهعمل البوتاجاز اي انا لازم يعني ايه ما اطبخ لازم ابقى سيب البوتاجاز يعني يكون البوتاجاز نضيف يا انا مسلا بخلص طبيخ وخلص حاجتي كلها بقوم غسلها على طول عاملا بالصابون وبعدها بالجلنس وكده وسيبقى خلص باجي بقى اطبخ تاني يوم بيبقى نضيف مش بسيب بقى حاجات على حاجات على حاجات دي لأ انا ببقى اطبخ بقى تاني يوم بيكون هو نضيف يا انتم شايفين عشان خلصت طبيخ وخلصت الغدا وخلصه عبدالله اكل ودخل ينام اصلا فانا قلت ايه هعمل البوتاجاز بقى هخسله كده ولما وخليه حلو كده وايه واخسل الحلل والاطبق بحس ان انا اصحى تاني يوم مفيش مواعين خالص يعني هيبقى وراي المواعين اللي انا هعملها في غدا تاني يوم مش مواعين بقى على مواعين يمبالح على الحاجات دي كلها لأ فهنا بقى كان في الحلل دي فانا هاخسلها بقى ايه ده حاجة اساسية طبا يعني اكيد كلنا بدي عمل كده يعني مش هقول لان انا هفتكسه كده فهي دي حاجة اساسية اللي هو ايه انا بحب بس سيب الحوت كده نضيف وما فيش في حاجة الكابة اللي في الجنب دي كان فيها اللي كنت قلت لك انا قسمت الفرخة نصين فتابلت النص التاني بقى وعنده في الفريزر علشان ايه اما اجد بوخة طلعه على تونيش رمي التدبيلة بيكون طعمة حلوة اوي انا بقى كنت عمالة يخسل خلاص بقيت الحلل بقى والاطباق والحاجات دي وحطات الصفة وقبل ما نامه خالص باشتل كل حاجة من المصفة يعني ويه بس كده وده كان يوم النهار ده وقلولي ارائيكو في يومي ويوم بسيط اوي فيش في حاجة هكمل بقيت المطبخ مع نفسي بقى بحبكم اوي باي